بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن chapter number 13 the data collection method أو طرق جمع البيانات البحثية خلونا نشوف أهداف هذه المحاضرة or learning objectives learning objectives طويلة لذلك راح أكتفي بإني أذكرها قبل كل جزئية لكن باختصار outline تبع محاضرتنا راح تتكلم عن الاستبيانات راح نعرف إيش يعني استبيان مزاياها عيوبها طريقة بناء الاستبيانات أيضا راح تتكلم عن المقابلات الشخصية طريقتها عيوبها أنواعها مزاياها طريقة عمل المقابلات الشخصية وبعد ذلك راح نتكلم عن physiological measurement and psychological measurement راح أستعرض معكم بشكل سريع أهداف هذه المحاضرة The first learning objective of this lecture is to recognize the importance of questionnaire as data collection methods راح نتعرف على أهمية الاستبيانات كطريقة لجمع البيانات البحثية بالبداية كذا خلونا نعرف إيش أنواع data collection methods يعني أنا خلاص حددت مشكلتي البحثية وسؤالي البحثي وفرضياتي وحددت study design وتصميم الدراسة حددت العينة والناس اللي يبغى أجمع منهم البيانات جاء الآن الدور في إني أختار الأداء المناسبة لجمع البيانات حتى بعد كذا عملها تحليل وخلاص يطلع النتائج معايا الأداء هذه نسميها data collection methods أو أداة جمع البيانات لنفترض أنه أنا أبغى يعرف كم نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية نسبة الناس المصابة بالسمنة النسبة هذه كيف أوصل لها لازم أعمل أو استخدم أداة قياس معينة أو أداة جمع البيانات معينة توصلني لهذه النسبة وهذه نسميها data collection methods من أشهر أنواع طرق جمع البيانات الانتربيو أو المقابلات فلنفترض أنه أنا أبغى أعرف إيش كانت تجربة طلاب التمريض في التعامل مع كبار السن فأجيب مثلا عشرة طلاب تمريض أبدأ أسأل كل واحد مجموعة من الأسئلة في مقابلة شخصية مثلا إيش الأشياء اللي أضافت لك من خلال تعاملك مع كبير السن إيش مثلا الأشياء الصعبة اللي واجهتها أثناء تعاملك مع كبير السن إيش مثلا تحس معلومات تحتاجها حتى تؤهلك للتعامل مع كبير السن فهذه هي المقابلات الشخصية وردو عندينا observation method أو طرق الملاحظة يعني مثلا أبغى أشوف طريقة التعامل للأطفال مع أطفال آخرين فأجيب مجموعة من الأطفال في مكان معين مثلا خلو نقول في الروضة وأبدأ ألاحظهم وأشوف طريقة تصرفاتهم وأنا يكون عندي زي لchecklist أحدد مثلا إيش كانت التصرفات الإيجابية وأيش كانت التصرفات السلبية طبعا هذا مثال من ضمن كثير أمثلة تتعلق بطريقة observation method أو الملاحظة برضو عندنا بعض الميجور منت الفيسيولوجيكل and السيكولوجيكل ميجور كلها رح تتكلم عنها بعمق إن شاء الله بهذه المحاضرة وكمان ما ننسى الكويسشنير أو الاستبيانات نبدأ نتكلم عن أول أداء لجمع البيانات الكويسشنير أو الاستبيانات وتعتبر من أشهر الأدوات المستخدمة لجمع البيانات البحثية في الأبحاث التمريضية طبعا أنا ما أقدر استخدم الاستبيانات لكل حاجة في الحياة تستخدم لي أخذ معلومات معينة مثل مثلا لو أبغى أشوف رأيي الناس في ظاهرة معينة إيش رأيي الناس في ظاهرة السوشيل ميديا مثلا إيش تصوراتهم والبرسبشنز معتقداتهم المستوى المعرفة كمان الأفكار الأيديا سلوكياتهم أو الأتتيود على سبيل المثال أنا أبغى أعرف سلوك طلاب التمريض تجاه التعامل مع كبار السن هل أبغى أشوف إذا كان سلوكهم إيجابي أو سلبي يعني هل يفضلون التعامل مع كبار السن أو لا فممكن أستخدم الإستبيانات حتى أقيس سلوك طلاب التمريض لو مثلا أبغى أعرف مستوى المعرفة لدى مرضى السكر بالإجراءات الوقائية لمنع مضاعفات السكري فمثلا أعمل إستبيان يقيس في مستوى المعرفة وديه للمرضى وأطلب منهم يعبد الإستبيان وبعد كده أعرف لما أحلل النتائج إذا كان عندهم نقص في مستوى المعرفة أو زيادة في مستوى المعرفة عندهم مناسب فكمان نستخدم فيها الكوستشنير سنعرف مواصفات الإستبيانات تعالوا نشوف إيش مواصفات الكوستشنير أو الإستبيانات لكن قبل كده خلونا نعرف إيش يعني إستبيان إستبيان هو عبارة عن أداة تقرير ذاتي طب إيش يعني أداة تقرير ذاتي يعني أنا الشخص اللي وصلني الإستبيان أنا اللي بعبي الإستبيان وأزود الباحث بالمعلومات عشان كده سميناها طبعا تجي بمختلف الأشكال مو فقط إذا أشكال ورقية ممكن كمان عندنا الآن استبيانات الإلكترونية مثل جوجل فورم برضو ممكن تكون صغيرة استبيان صغير يطلب مني بس ثلاثة إلى خمسة اختيارات أو أجوبة في استبيانات طويلة مثلا أطلب منك تكتبي لي باراقراف كامل عن مثلا تصوراتك أي حاجة معتقداتك بس أبغاه على شكل باراقراف أو كتابي أستعرض معاكم الآن مثال عن الشارت كويسشنير أو الاستبيانات القصيرة التي تحتوي على ثلاثة إلى خمسة استجابات فمثلا هنا الباحث يرغب بمعرفة تصورات المرضى عن الرعاية التمريضية المقدمة وإحنا ذكرنا أنه البرسبشنز أو التصورات نقدر نجمعها عن طريق الاستبيانات فمثلا هنا سأل البيشنز أو المرضى أنه قولي كم مستوى رضاك عن خدمة المقدمة من النيرس كيف تقيم التواصل بينك وبين التمريض هل التمريض شرح لك مثلا الجانب الدوائي بالوضوح كيف تقيم مستوى الراحة فيما يخص المقدمة قبل التمريض فأنا بس أطلب من المريض أنه يختار لي فقط اختيار ما أطلب منه مثلا يعطيني إجابة طويلة خلونا نشوف لو كان الكويسشنيرس طويل هنا مثلا أنا بطلب من المرضى يكتبون لي كتابة يعني على شكل باراقراف الإجابة تباهم فمثلا هنا بطلب منه يشاركنا أي تجربة إيجابية كانت متعلقة بالرعاية التمريضية أو أنه يذكر لنا إيش كانت العراقيل أو التشالنجز الصعوبات اللي واجهتوا أثناء تواصلوا مع التمريض فمطلوب أنه يكتب لي فأحيانا تكون الباراقراف طويلة لأنه أنا بطلب أن المريض يتكلم على راحته ما أحده مثلا بخيار أو خيارين أو ثلاثة خيارات أبغى بس يكتب لي كل ما في جعبته طبعا بناء الاستبيانات تعتبر مهمة صعبة خاصة على المبتدئين ليه؟ لأنه إحنا ما نبني أي استبيان والسلام ما أضع مجموعة من العبارات أقول يلا خلوني أجمع الاستبيان لازم الاستبيان يكون reliable and valid إيش يعني طيب reliable وإيش يعني valid reliable معناته المستقية والثبات يعني أنه هذا الاستبيان فعلا يعطيني نفس النتيجة لو أرسلته لنفس المجموعة خلوني أعطيكم مثال لو أنا باقيس مستوى الاكتئاب لدى طلاب التمريض لجامعة الملك خالد وقمت عملت استبيان ورسلته لهم هل لو استخدمت نفس الاستبيان ورسلته اليوم الثاني هل بيعطيني نفس النتيجة يعني يكون فيه ثبات في النتيجة أو مستقية في النتيجة يعتمد إذا كان الاستبيان أساسا جيد ومحقق للخصلة هذه reliability طيب إيش يعني validity ال valid معناته أنه هل الاستبيان هذا فعلا يقيس لي الشيء اللي أنا بغير يقيسه نفس مثالنا إحنا كنا نبغير نقيس مستوى الاكتئاب لدى طلاب التمريض في جامعة الملك خالد هل فعلا هذه الاستبيان اللي عملته بالعناصر الموجودة فيه يقيس لنسبة مستوى الاكتئاب أي شيء يقيس لي الشيء هل ممكن لدي يقيس لمستوى القلق هل ممكن أنه جارس يقيس لمستوى التوتر هل ممكن أنه جارس يقيس لمستوى الإحساس بالوحدة فإحنا لازم يتأكد أنه فعلاً هذا الاستبيان يقيس الشيء اللي أنا أبغى أقيسه بالضبط طبعاً أساس الباحث يعمل الاستبيانات لازم يعتمد على المصادر السابقة أو الأبحاث السابقة وهي تساعد على بناء الاستبيانات مو بس كده إحنا لما نرجع للأبحاث السابقة بنلاقي مستخدم الاستبيانات وتم التحقق من مستقيتها وثباتها فنقدر أنه إحنا نستخدم استبياناتهم في الأبحاث اللي إحنا نبغى نعملها وهذه حركة طبعاً تتعامل بشكل يومي يعني بدل ما أنا مبتدئة أروح أعمل استبيان وممكن ما يكون مستقيته وثباته عالية فأنا أستخدم استبيان جاهز تم تحقق مستوى ثباته ومستقيته يعني لو نفترض على نفس المثالنا في كثير استبيانات تم تحقق مستقيتها وثباتها تقيس مستوى الاكتئاب لدى الطلاب فأكتر أستخدمه في بحثي إيش هي الأشياء اللي تقيسها الاستبيانات ممكن نقدر نقيس مستوى المعرفة الآراء السلوكيات أو الأتتيوت المعتقدات الأفكار الأيدياز الفيلينغز المشاعر كمان التصورات والبرسبشنز رح ناخد مثال عن كل نقطة من النقاط المذكورة بشكل موجز طيب بما اني ذكرت انه نقدر نستخدم الاستبيانات حتى مثلا نعرف مستوى المعرفة النولوج ليبلز الآراء الأوبينيونز الأتتيوت السلوكيات البلييفز المعتقدات الأيدياز الأفكار والفيلينغز المشاعر كمان البرسبشنز التصورات خلونا نشوف الأمثلة المذكورة بما يخص النولوج ليبل أو مستوى المعرفة هنا الباحث عمل الاستبيانة تقيس من مستوى المعرفة لدى طلاب التمريض لمادة الأناتومي أو أساسيات الأناتومي والفيسيولوجي ففي الاستبيان ممكن يضع أسئلة لها علاقة بالمادتين ويشوف مثلا كم إجابة صحيحة وكم إجابة غلط ومن ثم نعرف إذا كان لديهم معلومات كافية أو غير كافية فيما يخص الأوبينيونز أو الآراء هنا الباحث عمل الاستبيانة حتى تشوف آراء طلاب التمريض فيما يخص استخدام المحاكاة في التعليم التمريض يبنشوف رأيهم بما يخص الأتتيوت والسلوكيات هنا الباحث عمل الاستبيانة تبقى تشوف سلوكيات طلاب التمريض اتجاه الـ Patient Centered Care اللي هي الرعاية المحورة حول المريض بشوف أتتيوت تبعهم هل الأتتيوت تبعهم إيجابي positive attitude أو negative attitude طيب بالنسبة للبليف أو المعتقدات هنا الباحث عمل الاستبيانة حتى تشوف معتقدات طلاب التمريض فيما يخص أهمية الرحمة أو الكمباشن العطف في النيرسينج براكتس أثناء الممارسة التمريضية بما يخص الايديا هنا الباحث عمل الاستبيانة حتى تشوف أفكار طلاب التمريض فيما يخص كيف احنا نعزز من التعليم الطبي أو health education أو التعليم الصحي في الكميونيتي في المجتمع بالنسبة للfeeling زيو المشاعر الباحث عمل الاستبيانة حتى يشوف إيشي الاستجابة المشاعرية أو الـ emotional response لطلاب التمريض أثناء الممارسة في المستشفى آخر حاجة التصورات إنه الباحث يبغى يعمل استبيانة حتى يشوف تصورات طلاب التمريض فيما يخص دور التمريض في تعزيز الصحة طبعاً يكون معتمد بشكل كلي على المعلومات اللي نجمعها من المشاركين يعني تكون محكومة بقدر أو برغبة المشارك في إنه يزودنا بمعلومات صحيحة يعني لما أسألك عن رأيك تعطيني رأيك الصحيح لما أسألك عن مشاعرك تعطيني مشاعرك الصحيحة لما أسأل عن تصوراتك بخصوص موضوع ما تعطيني الإجابة الصحيحة تكون واضح وصريح وصادق في الإجابة وبكذا ممكن نضمن سلامة وصحة للإستبيانة اللي احنا عاملين Learning Objective Number 3 Construct Item for Questionnaires الآن رح نعرف كيف نقوم ببناء العناصر الموجودة في الإستبيانات طيب أول حاجة تهمنا General Appearance of Questionnaire المظهر العام للإستبيانة أنا لو كنت مشاعرك وجاتني إستبيانة وفتحتها ولقيتها مثلا ركيكة لغة فيها أخطاء لغوية لقيت العبارات متزاحمة وداخلة في بعض لقيت إنه كمان العبارات طويلة جدا استهلكت مني طاقة إيش هيكون ردة فعلي؟ هطلع من الإستبيانة ما رح أكمل فالجنرال أبيران سوى مظهر العام للإستبيانة ضروري جدا من ناحية إنه يكون Neat and Attractive يعني مرتب وجذاب كمان الطول الطول الإستبيانة لازم يكون متناسق لأنه لو كانت طويلة الإستبيانة رح يتعب المشارك وبالتالي ممكن أنا أطلع من الإستبيانة وما أكملها أو أني أجاوب على نص الأسئلة ونصها لأ فتوصل للإستبيانة ناقصة مع علومات كثيرة كمان الgrammatic recall لازم تكون صحيحة لغوية يعني الباحث بعد ما يبني الإستبيانة تبعه لازم يقدقها لغوية يتأكدين العبارات مكتوبة بالطريقة الصحيحة واختيار الكلمات يكون صح نسل الحكاية No typing or spelling error ما يكون فيها أخطاء clear margin and adequate spacing يعني ما يكون فيه تزاحم بين العبارات لو كانت العبارات cluttered or crowded لما نشوف الزحمة يعني ما نقدر إحنا نضيع عنوين قاعد أجاوب فين رح يسبب تشتت ممكن كمان يخليني أطلع من الإستبيانة وما أكمل برضو لما نطبع الإستبيانات لو كنا نطبعها على ورق لازم تكون مطبوعة على high quality printing and papers يعني ما يكون مثلا أطبعها في مطبعة الحبر يلا أن يكون واضح الكلمات تكون غير واضحة أو العبارات فلازم أطبعها في high quality printing and paper تكلمت عن general appearance of questionnaires أو المثل العام للإستبيانات نجي الآن نتكلم عن item نفسها العبارات التي يستخدمها في الإستبيانات يفضل أنها تكون مكتوبة بلغة الأم للشخص اللي راح يعبيها يعني إذا أنا الإستبيان تبعي يستهدف ناس عرب يفضل أكتبها باللغة العربية عشان يفهمون أجانب نفس الحكاية اللغة الإنجليزية اللغة الأصفانية لحسب اللغة الأم للشخص اللي راح يعبي لي الإستبيانة طيب لازم تحتوي كمان على معلومات مناسبة لمستوى الشخص هذا لو الشخص هذا مثلا طلاب في المرحلة الابتدائية ما أستخدم كلمات صعبة جدا أو كلمات علمية أو أنه تكون عباراتي طويلة كلماتي كثيرة تكون beyond أو صعبة عليهم خاصة بمستوى معرفتهم ومستوى قراءتهم كمان فنقول أنه لازم تحتوي على appropriate knowledge and reading level أبتعد أني ما أستخدم الكلمات العامية أو الكلمات الصعبة علمية مثل medical or nursing dragon ما أستخدم كلمات صعبة ممكن القارئ نفسه ما يعرف معناها فيعطيني إجابة غلط تكلمت عن general appearance of questionnaire أو المظهر العام للكوستشنير وأهميته لكن الآن ننتقل للنقطة أخرى تتكلم عن العبارات نفسها المستخدمة في الاستبيان درجة سهولة قراءتها كمان أيش المستوى التعليمي المناسب للعبارات الموجودة في الاستبيان فأساسي سهلوها عملوا بعض القياسات والmeasurement اللي نقدر نستخدمها حتى نعرف إذا كان هذا الاستبيان سهل القراءة كمان مناسب للمرحلة العمرية أو عفوا المرحلة التعليمية للشخص اللي راح يعبي هذا الاستبيان فأول ميجر منتعمله يسمى بال flash reading ease ال flash reading ease يختبر لنا أو يعمل لنا حسبة معينة حتى يحدد درجة سهولة قراءة العبارات الموجودة في الاستبيان عن طريق فحص كم جملة موجودة عندنا في العبارة بلس المقاطع الموجودة كمان في الكلمات درجة flash reading ease تبدأ من صفر إلى مئة كل ما قربنا من رقم مئة كل ما كان الاستبيان سهل القراءة نجي 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 يسمى عبارة عن صيغة معينة كمان تحسب لنا درجة سهولة العبارات المستخدمة في الاستبيان عن طريق فحص الجمل كم عدد الجمل الموجودة في العبارات بلاس السيليبل أو المقاطع لكن هنا تختلف معنا الحسبة فقط يعني من 5 إلى 20 5 معناته ان الاستبيان سهل القراءة العبارات الموجودة فيه سهل القراءة سهلة القراءة لكن لو وصل 20 معناته انه صعبة صعبة القراءة بعد كذا عندنا فلش كيني كيد غريد لي هذا اختبار انعمل على المساويات التعليمية في الولايات المتحدة فهين يشوف اذا كان الاستبيان مناسب للمستوى التعليمي فلو طلعتنا الدرجة بعد ما نحسب بالفورمولا او بالصيغة الخاصة بهذا الاختبار لو طلعت الدرجة 10 معناته ان الاستبيان مناسب للطلاب اللي يدرسون بالصف العاشر عندنا هنا بالسعودية خلينا نقول صف اول ثانوي نفس الشي الاختبار الاخير يحدد لنا مثلا لو طلعت الدرجة 12 معناته لازم يكون الطالب او الشخص اللي يعبد الاستبيان مثلا عدد الصف الثاني عشر اللي خلينا نقول ثالث ثانوي او انه لسه يدرس بالصف الثاني عشر حتى يستطيع فهم العبارات الموجودة في هذا الاستبيان والاجابة عليها تعالوا مع بعض نشوف مثال عن اول صيغة تكلمت عنها والتي تقيس درجة سهولة قراءة العبارات الموجودة في الاستبيان طيب انا ذكرت انه هذا الاختبار او هذه الصيغة تركز لنا على كم عدد الكلمات الموجودة في العبارة كم عدد الجمل ايضا كم عدد المقاطع او السيلابز كل ما كان العدد اكبر كل ما كانت الجملة سهلة القراءة فمثلا هنا انا اعمل استبيان حتى اقيس مدى جاهزية طلاب التمريض في تطبيق الممارسة المبنية على البراهين في الرعاية التمريضية بعطيكم مثالين نفس العبارة بس عبارة طويلة ومعاقدة وعبارة بسيطة وانتوا احكموا فمثلا العبارة اللي كنت كاتبتها هذه العبارة كم فيها كلمة موجود فيها 12 كلمة لو بني حسب عدد المقاطع موجود فيها 14 مقطع وكم جملة عبارة عن جملة واحدة كم اخذت درجة بالحسبة طبعا عن طريق الفورميلا اخذت 75 طيب انا جيت ابغى اسأل نفس السؤال لكن مرة هذه جملتي كانت طويلة وشوية فيها تعقيد فقلت مثلا انه انت يا طالب اختار هل تم موافق او غير موافق لاحظين كيف طول الجملة اسأسا مجملة واحدة تقريبا ثلاثة جمل لو بنحسب عدد الكلمات الwords تطلع معانا 38 كلمة في العبارة هذه لو بنحسب عدد المقاطع او سيلابس رح يطلع معانا تقريبا 60 مقطع او 60 سيلابس كم اخذت درجة بحسبة الفورميلا تبع الاختبار هذا اخذت 62 ايش اللي تتوقعون اسهل هل العبارة الاولى او العبارة الثانية طبعا لو بنحسب بالدرجة العبارة الاولى اسهل حتى نبديهيا لما قرأناها هي اسهل من العبارة الثانية لانه تحتوي على دادة كلمات اقل تحتوي على عدد جمل اقل ايضا تحتوي على عدد مقاطع اقل وما فيها كلمات صعبة ومعقدة straight forward يعني واضحة جدا فكذا طريقة انه كيف نحكم اذا كانت العبارات سهلة سهلة القراءة كمان على اي مستوى تعليمي باستخدام ايضا اختبارات اخرى اللي ذكرتها سابقا طيب الى الان تكلمت عن المظهر العام تكلمت بعد ذلك على اللغة المستخدمة في الاستبيانات بعض الصياغ اللي نقدر نستخدمها حتى نحدد اذا كان هذا الاستبيان او العبارات المستخدمة فيه سهلة القراءة بالاضافة الى المستوى التعليمي المناسب نجي الان نتكلم عن طول الاستبيان وطريقة بناء الاسئلة طبعا لازم تحطون في بالكم كل ما كان الاستبيان طويل كل ما اثر على قابلية الشخص المستجيب في انه يجاور يعني والله لو مسكت الاستبيان ولقيت انه هذا الاستبيان خمسة صفحات وراح ياخذ من وكتي خمستعشر دقيقة او اكثر اذا كان طويل لقيت العبارات طويلة جدا مليانة كلمات على الاغلب اني راح انسحب وما راح اعبي الاستبيان فهنا بيقول لنا انه يفضل انه الاستبيان ما يتعدى عشرة دقائق يعني لو بقى عبيه وقتي انا المستجيب كمان لو كان كم حيكون صفحة no longer than two or three pages يعني ما اجي باستبيان عشر صفحات وابغم ان الناس يتعبيه لانه ما حتفاضي لأحد يعني بالمختصر راح يتعب ويتعب الشخص اللي يعبيه وفي النهاية يمكن يعبيلي معلومات مغلوطة بسبب التعب من طول الاستبيان طيب الquestion constructions او بناء الاسئلة يفضل ان الاسئلة تكون قصيرة short طبعا انا بعمل استبيان انا ابغاء معلومات محددة انا ما نجلسة اختبر الى اي حد هذا الشخص يعرف يقرأ او لا فما يحتاج اني اجيب باراقراف كامل علشان بس في النهاية اشوف هل هو موافق او غير موافق او محايت اجيب عبارات مختصرة قصيرة كمان عدد الجمل فيها ما يكون تجاوز العشرين كلمة نفس المثال اللي انه وريتكم قبل شوية اقسمه الى سؤالين او ثلاثة اسئلة بس اني ما احشر المعلومات في سؤال واحد بالتالي الشخص رح يتشتت او انه يجد صعوبة في القراءة او في الفهم وبالتالي ممكن ينسحب من هذا الاستبيان خلاص احنا كده اتفقنا انه الاستبيانة لازم ما تكون اطول من عشرة دقائق يعني انا لو باعب الاستبيانة انا يلمس اجيب لازم ما تأخذ من وقتي اكثر من عشرة دقائق بلاس انه ما تكون طويلة يعني ما تتعدل صفحتين الى ثلاثة صفحات الكلمات ما تكون اكثر من عشرين كلمة يكون او تكون العبارات قصيرة ايضا لو كان في عبارات صعبة تتقسم على اكثر من سؤال نجي الان الى نقطة مهمة تتكلمنا عن صياغة الاسئلة نفسها او الوردين او كويسجنز انا لما باجي باجي اصيغ العبارات لازم اتبع يعني قايدلاينز معين اولها انه استخدم العبارات المؤكدة وليست العبارات السلبية خلوني اعطيكم مثال انا ابغى اختبر مدى جاهزية طلاب التمريض في تقييم الالم فبروح اكتب عبارة اقول له يلا الى اي حد انت موافق انه انا او اي فيل كونفيدنت ان ماي ابيليتي تو بيرفورم بين اسسيسمنت العبارة هذه ايجابية ما فيها اي شي سلبي طيب لو انا سألت بطريقة اخرى مثلا قلت لهم I lack I lack the confidence in performing بين اسسيسمنت كلمة لاك هذه يعني نقص اشعر بالنقص يعني كلمة سلبية غير ايجابية فهين قولي ابتعدي تماما او ابتعد عن اي كلمات تكون غير مؤكدة في فيرميتف لانه ممكن تأثر على طريقة استجابة الشخص الاسبيان لانه بديهين لو انا قلت لك I like the confidence ممكن تجاوبين بالعكس انه انت confident حتى لو ما كنتي عنديك الثقة في تقييم الالم في بعض الكلمات مثل كلمة never يعني من افضل ما نستخدمها في اسئلتنا لانه كما تأثر على طريقة استجابة المستجيب للسبيان فممكن يجاوب بالعكس برضو الباحث يبتعد عن الكلمات اللي ممكن لها اكثر من معنى ونسميها ambiguous questions يعني العبارات نفسها تحتوي على كلمات لها اكثر من تفسير زي العبارات اللي تحتوي على كلمات mini العديد او usually view often large several and generally لانه لها اكثر من تفسير فيمكن انه مستجيب افسرها بطريقتي وارح اجاوب غلط والبحث يدور حاجة ثانية وهكذا كمان double negative questions يعني في نفس السؤال او العبارة انا عاملة negative مرتين يعني لو باسأل طالب تمريض في الاستبيانة اقول له don't you think it's disadvantage for nursing student to not have exposure to diverse patient population and healthcare setting لاحظوا معايا في العبارة في عندنا don't وفي كمان not to have يعني في نفس الquestions عندنا الثنتين no فهذه تعتبر double negative questions ممكن تأثر على الاستجابة للquestion نفسه فيفضل انه ما لو باحط negative تكون negative يعني don't you think واحدة ما اضيف عليها negative ثانية برضو double barreled questions double barreled questions هي الاسئلة اللي يكون فيها two questions يعني الباحث يسأل لي سؤالين في سؤال واحد زي لو مثلا اسأل انه بسأل طالب تمريض بقول انه هل لديك الكفاءة في تقييم الالم وادارة الالم يعني انا دخلت تقييم الالم pain assessment كمان ادارة الالم نفس السؤال طب يمكن انا عندي كفاءة في تقييم الالم بس انا ما عندي كفاءة في ادارة الالم يعني ما عارف اتعامل مع المرضى المصابين بي او بيشتكون من الالم فكيف رح تكون اجابتي رح تلخبط لانه انت دخلتي لسؤالين في سؤال واحد هذي نسميها الparall questions لما ادخل سؤالين في سؤال واحد فيفضل انه الاشياء هذه تعدانها الباحث تماما اثناء صياغة الاسئلة في الاستبانة categories of questions او فئات الاسئلة الموجودة في الاستبانة ممكن اسئلة تكون لها علاقة بالdemographic data او البيانات اللي تطلب من المستجيب يقول اذا هو رجل امرأة العمر المستوى التعليمي الديانة يعني لها علاقة بموصفات العينة نفسها في عندنا open and closed ended questions يعني اسئلة مفتوحة او اسئلة مغلقة كمان الcontingency والfillers كلها رح نتكلم عنها واحد واحد demographic questions تجمعنا البيانات الخاصة بالعينة البيانات الشخصية زي مثلا العمر educational background educational level المستوى التعليمي الديانة زي ما ذكرت مواصفات هذه العينة ليش همنا نجمع هذه البيانات حتى نعطي وصف للعينة في البحث يعني مثلا اقول شارك معايا في البحث 50 بنت و30 ولد كان متوسط العمر لهذه الفئة اللي شاركت معايا مثلا 25 سنة 50% من المشاركين ديانتهم الإسلام و50% كانوا مسيح مثلا 40% من المشاركين في بحثي وصلوا لمستوى الدراسات العليا 30% أكملوا مرحلة البكاليريوز 20% أكملوا مرحلة المتوسطة فأنا عشان أعطي وصف لي العينة اللي عبتلي الاستبيان أحتاج أجمع هذه البيانات كمان أحيانا لما مثلا أبغى أشوف إيش ممكن تأثر هذه البيانات يعني إيش تأثير العمر على عوامل أخرى أو إيش علاقته خلونا نقول مثلا إيش علاقة بين العمر ومعدل الخصوبة What is the relationship between age and fertility فعلشان أعرف لازم أعجمع معلومات تخص العمر خلونا نشوف طريقة وضع البيانات هذه في الاستبيان طبعا كذا يكون شكل الاستبانة فيجي الباحث يكتب مثلا الـ age ويطلب مننا إحنا نعب العمر أو مثلا يعطينا أعمار مثلا من 18 إلى 25 من 25 إلى 30 من 30 وأكثر وأنا أختار كمان الـ gender النوع الجنس كمان marital status educational level employment status يعني أنا أختار مثلا أنا female طبعا أكيد marital status سنقول single educational level master degree employment status full time employed مثلا كتبت عمري 29 فكذا أنا عبيت الاستبانة بما يخص demographic data تعالوا نشوف النوع الثاني من أنواع الأسئلة في الاستبانات closed ended questions يعني أعطيك مجموعة من الخيارات أطلب منك تختار أعطيك مثلا سؤال صح أو خطأ نعم أو لا true or false questions أو check list وأطلب منك مثلا تختار كم خيار من هذا check list بس ما تطلع منها multiple choice questions اختيارة متعدد كمان عندنا أسئلة matching questions خلونا نشوف مثال عن مثلا أنا أرسلت استبيان لطلاب التمريض أبغى أشوف مدى رضاهم واكتفاءهم فيما يخص النيرسينج بروغرام فرح تكون كيف أسئلة تكون بهذا الشكل مثلا أقول يعني مدى اكتفاءك أو رضاك عن برنامج التمريض وعطيته خيارات المشارك ما رح يقدر يطلع عن الخيارات هذه لازم يختار واحد منها عشان كده سمينها closed عندنا سؤال الثاني يعني ايش تخصص اللي انت مهتم في انك تكمل فيه بعد التمريض وعطيته خيارات يعني بعد الدراسة قصتي في مرحلة الفكريوز فأنا حددت خيارات معينة للمستجيب في انه يختار منها يا اما تكون على شكل اختيار متعد زي كده او بحيث انه يقدر يختار اكثر من خيار يا اما تكون صحة وغلط او yes or no طيب في نقطة مهمة تخص ال closed ended question نسميها ايش يعني هذا الكلام معناته انه الباحث وضع كل الخيارات المحتملة في السؤال فمثلا لو بيسأل الباحث عن ايش وضعك الوظيفة الحالي وضع جميع الحالات الوظيفية فمثلا موظف بشكل كامل موظف وظيفة جزئية غير موظف طالب او متقاعد لنفترض انه الباحث اعطى الاستبيانات لكبار سن متقاعدين لكنه ما اضاف هذا الخيار طيب المتقاعدين الان ايش هيختاروا ما في اي خيار يناسبهم فراح تتأثر عندنا الاستجابة على الاستبيان ممكن الشخص يطلع من الاستبيان لانه يظن انه هذا الاستبيان لا يناسبه اذا ما لقى الخيارات اللي اساسا تتماشى مع وضعه فمهم ان الاستبيانة تكون collectively exhaustive يعني تكون متوفرة جميع الخيارات اللي تناسب المستجيب مثلا هنا هذا المثال لم يحقق هذه الميزة فسأل المشاركين ما هو اعلى مستوى تعليمي توصلت اليه وضع ثلاثة مستويات تعليمية elementary high school and college طيب الشخص اللي لسه ما خلص المرحلة الابتدائية ايش اختار ما في خيار مناسب له بالتالي ما رح يقدر يجاوب على هذا الاسبيان لانه ما في خيار يناسب وضعه الحالي فضروري انه لما نضع السبيان انه الخيارات تكون تغطي جميع الاجابات المحتملة التي تناسب المشاركين برضو في نقطة ثانية تخص الاسئلة ال close ended question نسميها بال mutually exclusive categories ايش يعني هذا الكلام معناته ان الخيارات اللي انا بعطيها للمشارك ما تكون تتعارض مع بعض هالبعض يتلخبط يشوف هل ممكن اختار هذا اهل او هذا او هذا يعني يكون الخيارات كل واحد يمثل خيار مستقل تماما على الخيار اللي بعده فمثلا هنا بسأل المشارك اقول ايش اعلى مستوى تعليمي توصلت له high school associated degree bachelor degree master degree doctorate كل واحد منها مستقل عن الخيار اللي قبله تعالوا نشوف المثال اللي يكون الخيارات متعارضة مع بعضها ممكن تلخبط على المستجيب بالنهاية رح يختار الاجابة الغلط في هذا المثال الباحث اخل بالشروط تبع الميوتر exclusive categories فرح امل خيارات تتعرض مع بعضها فهنا مثلا سأل المشاركين انه بليز check the length of time that you have dieted يبغى يسأل كم مدة الوقت اللي انت عملت فيه diet هل من اسبوع الى 4 سابيع من 4 سابيع 8 من 8 ال 12 او more than 12 weeks فلاحظوا معايا بعض الخيارات طبعا جاية في اكثر من خيار فمثلا لو يقول لنا هنا لو في وحدة عملت diet او كملت 4 سابيع وصارت ماشية مثلا في اسبوع الخامس لكن لما وزنت لقت وزنها تقريبا لقت انها نقصت 2 كيلو فقط فعلى الارجح انها ممكن تختار من اسبوع الى 4 اسابيع معايا في الحقيقة هي خلصت 4 سابيع وبدأت في السبوع الخامس لكن صار في تكرار كمان للخيارات هنا صار في overlap للكategories فهذا عمل تشويش على المشارك فبدأ اختار حاجة غير صحيحة تعرفنا كده على demographic questions وذكرنا هي عبارة عن البيانات الشخصية للمشاركين بعد كده closed ended questions الاسئلة المغلقة ان يعطي خيارات محدودة نجد نشوف النوع الثالث السؤال المفتوح يعني انا بسأل سؤال وللمشارك الحرية في انه يكتب الكلمات اللي يبغاها ويعبر براحته فبتكون على شكل essay questions يعني على شكل مقالة او يعني عبلي الفراغ التالي خلونا نشوف المثال مثلا هنا انا بسأل في نهاية الاستبيان سألت الطالب طلاب التمريض ايش اللي حمسك او ايش الحافز اللي خلاك تكمل في تخصص التمريض فهنا انا بعطيه حرية الخيار في انه يطوب كل حاجة ممكن هي السبب في تحفيز اكمال دراسته في مجال التمريض كمان السؤال الثاني بطلب منه ابغى اطلب من الطالب انه يشرح لي ايش مواقف الصعب اللي واجهته اثناء دراست التمريض كمان كيف تعامل معها فالول الحرية انه يكتب لي عدد الكلمات اللي يعبر براحته يعني انا ماني جالسة احصره في خيارات معينة زي ال closed ended questions طبعا فين احيانا تكون موجودة ال open ended questions بعد ما يخلص المستجيب ال السبيانة اللي حتى يعني نزيد من المعلومات اللي ممكن تفيد الباحث في تفسير نتيجة البحث او انه يتوصل للمعلومات ممكن تكون ذو اهمية من خلال الكلمات اللي يكتبها المستجيب او respondent كذا احنا تكلمنا عن demographic questions او الاسئلة الشخصية ال closed ended questions اللي فيها اختيارات محدودة ال open ended questions الاسئلة المفتوحة نشوف النوع الرابع ال contingency questions ايش يعني contingency questions هي الاسئلة اللي ممكن تكون relevant او ذات صلة لبعض المستجيبين وليست ذات صلة لبعض الاخر زي مثلا لوبا انا اسأل او بغا اعرف اذا المريض راضي عن الخدمة المقدمة من قبل فريق التمريض اثناء عمليات التنويم السابقة طيب لو المريض الموجود عندي الان لم يسبق تنويمه من قبل يعني هذا مثلا اول تنويم له في المستجفى كيف راح يجاوب على هذا السؤال وهو اساسا غير مناسب له او غير ذي صلة لحالته الحالية فممكن ايش بيعمل للباحثين انه يطلبوا في البداية يسألوا مثلا هل تم تنويمك من قبل اذا اخترت ياس طيب يلا يعطينا تعليمات انه نروح يجاوب على السؤال مثلا رقم خمسة لو اختار نوع انه لم يتم تنويمه من قبل ممكن كمان الباحث يعطي انه انه خلاص يجاوبلي على السؤال ثاني هذه نسميه الكنتنجنسي كويسجن خلونا برضو نشوف مثال عن الكنتنجنسي كويسجن اللي ذكرتي انه احيانا تكون لها صلة ببعض المشاركين وليست بي صلة بالبعض الاخر بس في طريقة يقدر الباحث انه يعملها حتى لو مثلا انت هذا السؤال ما يناسبك خلاص تجاوب على السؤال الاخر وما تجاوب على الاسئلة التي لا تناسبك مثلا لو نفترض انه الباحث كاتب هذا السؤال لطلاب التمريض مثلا لطلاب التمريض روتاشن لطلاب التمريض لطلاب التمريض فتقوم انت تجاوب بناء على السؤال اللي طلع لك يعني الباحث يرتبها بطريقة انه مثلا السؤال هذا ما يناسبك يطلع لك سؤال اخر مناسبك بناء على الرسبونس المبدئي اللي انت اخترته تعال نشوف النوع الرابع والاخير من انواع الاسئلة اللي ممكن نستخدمها في الاستفانات الفيلر كويسشن ومن اسمها هكذا واضح اسئلة حشو يعني الباحث يقوم بحشو بعض الاسئلة في الاستفانة وهو اساسا مو مهتم فيها يعني يعني ما تهمه ما تزود اي حاجة فيما يخص الغرض من الدراسة نفسها لكن هدفها انه تقلل من التأكيد من الامفسوس خلوني اعطيكم مثال لو انا عندي دراسة افغى وعملت السبيان او اعرف تصورات المرضى عن الرعاية المقدمة من قبل الفريق التمريضي طمام the perception of patient about the nursing care فقمت انا الباحث في الاستفانة اضفت اسئلة عن ال nursing care وتصورات المرضى عن ال nursing care لكن كمان اضفت معلومات او اسئلة تتكلم عن ساعات الزيارة ايش كان تصوراتهم عن ساعات الزيارة ايش كان تصوراتهم عن الاكل المقدم ايش كان تصوراتهم عن ال environment مندي البيئة المحيطة فأنا قمت حشيت بعض الأسئلة حتى مثلاً لما يجي الشخص المستجيب في هذه الحالة المرضى لما تطلع لهم الأسئلة الخاصة بالنيرسينكير على الأرجح أنه راح يجاوبوها بمستقية أكثر هذا هو تصور الفيلر كويشنز يعني باختصار بلايسمينت أوف كويشنز أو أماكن وضع الأسئلة نفسها يعني أنا خلاص عملت السبانتي بس جاء وقتيني أردت بالأسئلة يعني ما أخليها كذا ملخبطة فيقول أنه لازم الأسئلة كلها نجمعها على حسب الموضوع يعني لو أنا بعمل السبانة بقيس فيها الأداء الأكاديمي والضغط النفسي للطلاب التمريب الأسئلة كلها المتعلقة بالأداء الأكاديمي لازم تكون مع بعض والأسئلة التي تكون لها علاقة بالضغط النفسي كمان تكون مع بعض ما أدخلها في بعض والأخبط الشخص المستجيب أو الريسبوندن مما يخص المعلومات الديموغرافيك ديتا أو المعلومات الشخصية يفضل إنها تكون في بداية أو نهاية الدراسة أو نهاية الاستبانة يعني ما أحشرها كذا في النص وألخبط الترتيب لا ياما تكون في البداية ويفضل إنها تكون في البداية ياما خلاص في الأخير أضاحها في نهاية الاستبانة طيب بعد خلاص ما جهزنا الاستبانة وتأكدنا من كل النقاط السابقة اللي ذكرتها جاء وقت إنه نضيف حاجة مهمة تسمى بالكفر لتر أو ورقة الغلاف يعني أنا لما أجي أعطي الاستبانة للمشاركين خاصة لو كانت يدوية أو حتى عن طريق الإيميل لازم يكون فيه ورقة كذا في البداية مكتوب فيها بعض المعلومات اللي تسهل من على المشارك بإنه يفهم هذه الدراسة عن إيش مين هذول الباحثين اللي بيقوموا بالدراسة طب إيش هداف الدراسة كيف راح تفيد للدراسة هذا بتفيد المجتمع كم الوقت المستغرق لإكمال الاستبانة متى لازم أرجع الاستبانة بعض النقاط المهمة اللي تكون في بداية الاستبانة حتى الشخص يفهم هو فين ماشي فلازم تنكتب بلغة مفهومة سهلة القراءة والفهم طبعاً تعتبر انا لو قرأت الكفر لترا وصفحة الغلاف للاستبانة ولقيتم مثلاً أهداف الدراسة مهمة بالنسبة لي تؤثر على المجتمع ممكن أتحفز أكثر في أني فعلاً أجاوب على الاستبانة وأجاوب بمستاقية كمان فلازم تكون الكفر لترز موجودة في كل الاستبانات سواء كانت الميلت اللي بنرسلها عن طريق الإيميل أو عن طريق أو اليدوية تعالوا نشوف إيش النقاط المهمة اللي لازم تنضاف لورقة الغلاف أو الكفر لتر من ضمن النقاط المهمة اللي تكون موجودة في ورقة الغلاف لازم الباحث يضيف معلوماته كاملة أو إذا كان فيه جهة داعمة للبحث زي مثلاً جامعة الملك خالد اللي دعم البحث فأنا أضيف برضو معلومات جامعة الملك خالد الـ purpose of the research الغرض من البحث هذا إيش في الضبط كيف تم اختيار المشاركين في البحث reason the respondent should answer the questionnaires ليش لازم يجاوب على الاستبيانة length of time to complete the questionnaires كم المدة المتوقعة حتى يتم إكمال هذا الاستبيان how data will be used or made public يعني بعدما خلاص الباحث يحلل النتائج ويفسيرها ويطلع بالخلاصة كيف طبعاً نتوصل لهذه النتائج لازم تكون مكتوبة كمان في الكبر برضو deadline for return of questionnaires اكتب للمشارك متى لازم مثلاً يرجع لي هذا الـ questionnaires أو هذا الاستبيان and offer to inform respondent of the result of the study يعني أطلب من المشارك إنه إذا كان يبغى يعرف النتيجة مثلاً يتواصل معنا عن طريق الإيميل أو إنه يضيف لنا معلوماته الشخصية فإحنا نتواصل معاه ومجرد ما تطلع النتائج برضو لازم الباحث يكتب معلوماته مثل contact phone numbers address or post معلوماته معلومات الاتصال personal signatures of the researchers توقيع الباحث خلونا نشوف مثال عن الكبر لتر يحتوي على جميع النقاط اللي أنا ذكرتها سابقاً أستعرض معكم الآن مثال عن cover letter لدراسة الكبر لتر هذا يكون قبل ما نبدأ بالإسيبانة نفسها ويحتوي على عدة نقاط طيب قلنا أنه بالبداية لازم يكون فيه معلومات خاصة عن الباحث وإذا كان الباحث مدعوم من جهة معينة لازم يضيف كمان معلومات هذه الجهة بعد كذا عندنا عنوان الدراسة أنه الدراسة هذه تبقى تقيس العلاقة بين الأداء الأكاديمي والضغط النفسي لدى طلاب التمريض ثاني نقطة ذكرتها أنه لازم الباحث يضيف الغرض من الدراسة The purpose of this research ضروري تكون هذه موجودة حتى يفهم أكثر الشخص اللي قاعد يعمل استمانة إيش هدف هذه الدراسة فهنا كان هدفها أنه نفهم أكثر إيش العوامل اللي ممكن تؤثر على الأكاديميك بيرفومنس من ضمنها الاسترس وإيش العلاقة فيما بينهم بعد كذا قلنا لازم نضيف نقطة كيف تم اختيار هذا المشارك بالتحديد فهنا تم اختيار المشاركين لأنه هم طلاب تمريض فهنا you have been selected as a potential participant in this study based on your enrollment as a nursing student لأنه إنت طالب تمريض اخترناك لأنه إحنا نبقى نعرف العلاقة بين الأداء الأكاديمي والضغط النفسي بين طلاب التمريض يعني لو إنت طالب جغرافيا ما رح أختارك لأنك إنت مو من الفئة المستهدفة عندي أنا أختار طالب طلاب التمريض عشان كذا إنت اخترناك إنت بعدين قلنا لازم نذكر سبب ليش المستجيب هذا أو طالب التمريض مهم أنه يجاوب على الاستبيان فقلنا أنه إنت مشاركتك طبعا ذات قيمة لهذا البحث بإجابتك على هذا الاستبيان راح تساعدنا كمان أنه نكتشف طبيعة العلاقة بعد كذا لازم نذكر كم مدة المدة المطلوبة حتى يتم إكمال هذا الاستبيان فأنا ذكرت له أنه بليز تيك اف يوم مومن تيكم بليت ديس كوستيوني ويت شود تيك ابروكسي متلي فايف منتس أنا ذكرت له أنه ممكن هذا الاستبيان ياخد خمسة دقائق وأنه لازم ترجع لي الاستبيانة مو أبعد من تاريخ 13 ديسمبر طبعا مع كامل تقديري وأحترامي لك عبها بدري ورجحها لنا قبل 13 ديسمبر برضو ذكرت أنه لازم نذكر بعض المعلومات أنه كيف إحنا راح ننشر البيانات البحثية وكيف يتم التوصل لها فقلت هنا أنه إذا أنت حاب تعرف النتائج يتوصل لها وممكن تزودنا بمعلوماتك الشخصية أو عن طريق التواصل مع بيانات الباحث الشخصية آخر حاجة بيانات الباحث البيانات زي مثلا بيانات التواصل الإيميل الهاتف الأدرس إذا كان الباحث عنده مكتب مثلا في الجامعة موقع مكتبه فين لازم يضيف الأدرس في الكبر لتر الكبر لتر ياما تجي زي بنفس هذا الطول ياما تكون أطول تحتوي على المعلومات أكثر لكن على أغلب هذه النقاط المغطاة أو اللي بيغطيها بالكبر لتر اللي بتوضح للمستجيب أو لشخص اللي راح يعبي للإستبيان هذا الإستبيان عن إيش في الطب بيتكلم وأهمية الإجابة عليه كومبليشن إنستركشن طبعا أنا ما أعمل الإستبيانة ما أكتفيني فقط أضع الأسئلة لازم أضع توجيهات عن طريقة تحل الأسئلة نفسها التوجيهات هذه أو الإنستركشن لازم تكون واضحة ومختصرة provide example of the appropriate way to respond to particular questions if needed يعني لو كان فيه سؤال يحتاج أن المستجيب يجاوبه بطريقة معينة لازم كمان أعطي إستركشن خلونا نشوف أمثلة عن هذا الكلام على سبيل المثال لو مثلا استبانتي تحتوي على أدأس إلى تختيار متعدد or multiple choice questions لازم أوضح هذا الشيء للمشارك فمثلا أذكر له أنه the questionnaire consists of multiple choice questions فبليز أنت يا مشارك اختار the most appropriate response questions فلو مثلا بيتجاوب لي على سؤال مستواك التعليمي اختار المستوى التعليمي المناسب وهكذا لو مثلا الأسئلة تبعي كانت عبارة عن Laker to scale يطلب منك إلى أي حد أنت موافق أو غير موافق فأنت لازم تختار إلى أي حد أنت موافق هل strongly agree موافق بشدة غير موافق بشدة محايد موافق أو غير موافق كمان لازم أوضح أنه هذا أوضح بنقطة للشخص اللي راح يعبد الأسبيان كمان لأسئلة open-ended questions لازم أعطي instruction للشخص اللي راح يعبد الأسبيان أنه feel free لك الحرية التامة أنك تعطيني التفاصيل اللي أنت تبغاها للإجابة على هذا السؤال بناء على خبرتك وبناء على رأيك فهذه الinstruction تكون قبل الأسئلة لو كانت الأسئلة كلها واحدة فمثلا لو كانت كل الأسئلة multiple choice questions ممكن هذا يكون في بداية البداية فوق قبل مجموعة الأسئلة لو كانت الأسئلة متعددة ومختلفة ممكن نضعه قبل كل سؤال نذكر طريقة الرجابة مثلا please select the most appropriate questions please indicate your level of agreement وهكذا في هذا المثال الباحث يبغى الطالب يقيم مستوى الضغط النفسي اللي تعرض له أثناء دراسته فيقول له من من واحد إلى خمسة please rate the level of stress you experienced during your nursing study طبعا الباحث ما اكتفى بكذا لازم أعطى instruction هذه هي الinstruction اللي تكلمنا عنها instruction عن طريقة إجابة السؤال كيف الباع المستجيب يجيب على هذا السؤال فقال إنه please indicate your level of stress by selecting a number in the scale below رقم واحد يمثل very low stress يعني لما بيختار هذا الرقم معناته أنه نسبة الاسترس أو نسبة الضغط النفسي عنده مرة قليلة ورقم خمسة تمثل نسبة الاسترس عالية جدا فهذه الinstruction تساعد المستجيب بأنه يختار الإجابة الصحيحة يعني بدل ما أنه يفكر أنه واحد هي التاني نسبة الاسترس عالية أو خمسة تاني نسبة الاسترس منخفضة أكون وضحت هذا الشي بالinstruction طيب أنا كده خلصت السيبياناتي والحمد لله استوفت جميع الشروط السابقة وأضفت الكبر لتر وورقة الغلاف وجيت أنا بوزع السيبياناتي عشان أجمع البيانات البحثية كيف طريقة توزيع السيبيانات عندنا كذا الطريقة أول طريقة ممكن تكون عن طريق الإنترنت يعني كلها المرامج التواصل الاجتماعي أنزل السيبياناتي في برنامج تويت أو أي منصة كانت أرسلها عن طريق الواتساب للقروبات اللي موجود فيها الفئة المستهدفة يعني مثلا إذا كان الفئة المستهدفة لدي طلاب التمريض مليان الواتساب قروبات طلاب التمريض ممكن أرسلها وهم يعبون للسيبيان في طريقة ثانية أني ممكن أرسلها للجهة المسؤولة عن الفئة المستهدفة يعني لو كانوا طلاب التمريض أرسل للسيبيان مثلاً لشخص المسؤول عن الطلاب وهو بعد كده ينشر الاستبانة يا يدوياً يا عن طريق البلاك بورد يا عن طريق الإيميل الجامعي كمان الهاند آوت يعني أنا الباحث أروح للكليات وأعطي بنفسي يداً بيد الاستبيانات أو البوستر نفسه للطلاب عشان يجاوبون على الاستبانة ممكن أضعها في مكان آمن فلو نقول أنه كانت فئة المستهدفة التمريض الموجود في مستشفى معين أجيب الاستبيانات وضعها في محطة التمريض أو في النيرسينج ستيشن وأقول لهم يا جماعة إذا حسنت أنه عندكم مكتفاضي يليه تتعبون الاستبيانة حقتي وتتركوها في مكان آمن حتى أجمعها في نهاية اليوم أو في نهاية الفترة الزمنية المحددة لإكمال الاستبانة في مشكلة دائماً تواجه الاستبانات أو الكوستنيرز أنه معدل الاستجابة يكون قليل لأنه الناس مفاضية يتعب بالاستبانات فقال لنا في عوامل تحسن أو تعزز من ارتفاع معدل الاستجابة مثلاً أول عامل يتكلم عن time of mailing يعني أنا عندما أنشر استبانة أختار الوقت المناسب ما أروح أنشرها مثلاً في أوقات الأعياد أو أوقات الإجازة أو والناس مثلاً عندها شغل أو عندها اختبارات أو ضغط فما في وقت إن يعبوني الاستبانة هذه فأنا لازم أختار الوقت المناسب لأنشر فيه استبانتي يعني على سبيل المثال استبانتي اللي تبغى تشوف العلاقة بين الأداء الأكاديمي والضغط النفسي لدى طلاب التمريض لو أروح أنشر استبانتي هذه وقت الاختبارات النهائية ما رح ألاقي ناس الجاوب على استبانتي الناس مون فاضية العالم جلس الذاكر فهنا الوقت جداً مهم العامل الثاني لو مثلاً أنا بأسل الاستبانة بشكل ورقي يفضل أكتب عنوان الشخص على الظرف أكتبه بخط اليد لي لأنه هذا يعطي الشخص حساس أنه أنا فعلاً أكصده هو بنفسه أن يعبيلي الاستبانة فأنا كتبت حتى عنوانه بخط يدي برضو إذا كانت معلوماتي الباحث موجودة على الاستبانة تزيد معدل الاستجابة الموتيفيشنال انفورميشن يعني إيش الموتيفيشنال انفورميشن أني أضيف معلومات في الكفر اللي تكلمت عنه وغلاف ورقة الغلاف تحفز الشخص أنه يجاوب على هذا الاستبيان يعني أقول أنه بقي لما تجاوب أنت عن الاستبيان راح تساعد المجتمع راح تساعد الناس معلومتك أو الأشياء اللي راح تضيفها رأيك أو تصوراتك ذات أهمية وذات قيمة فهذا راح يعطيه تحفيز في أنه يعبي الاستبانة وبالتالي راح يرفع عندي معدل الاستجابة برضو في بعض الباحثين يضيف مكافآت مثلا بطاقات هدايا مبالغ مالية بسيطة يعني أعوضك عن الوقت اللي أنت جلسة تعبي فيه استبيانتي بهدية بسيطة طبعا عربون شكر وعرفان لك على الوقت اللي أنت قضيته فيه من الاستبيانتي برضو من العوامل اللي تساعد إنه نرفع معدل الاستجابة للاستبيان وإذا تذكرون تكلمت عن أهمية الجنرال أبيرنس أو الشكل العام للاستبانة الاستبانة ما تكون مزحومة ما تكون فيها أخطاء لغوية ما تكون فيها عبارات طويلة تخلي الواحد يتعب هو جاسي عبي أو ما يكون فيها كلمات ممكن أفسرها بأكثر من طريقة فأنا كذا أتشتت أقول يا الله يعني هذا هل يقصد كذا هل يقصد كذا بالتالي أطلع وما أكمل الاستبانة برضو الإيز أوف كومبليشن إنه يكون سهلين أكملها باضحة لعبارات قصيرة ما تتراوز عشرين كلمة كمان ما يكون فيها كلمات زي ما ذكرنا النيجيتيف وورد أو الامبيجووس وورد إنه ما يكون يسألني سؤالين في سؤال واحد يعني سهلين أكملها سهلة القراءة وسهلة الإكمال الوقت المطلوب مني أني أكمل فيه الاستبانة لو مثلا أعطاني نشرط الاستبانة تحتاجها عشرين دقيقة هل بقى توقع إنه الناس رح تاخذ عشرين دقيقة من وقتها حتى تعبي استبانتي لا طبعا فالاستبانة المفروض ما تتعدى عشر دقائق بالكثير في التعبئة في بعض الناس ما تحب إنها تذكر معلوماتها الشخصية لما تعبي استبيانات خاصة للاستبيانات اللي تطلب معلومات حساسة زي المعتقدات السلوكيات الآراء فأنا لما أذكر للشخص هذا إنه أنا ما رح أطلب منك أي معلومات شخصية لا اسم ولا إيميل ولا برطلب منك أي حاجة بس أماك تعبي لي الاستبيان والله يكثر خيرك فهنا لما أنا أضمن إنه معلوماتي الشخصية ما رح تكون مرتبطة بالاستبيان ممكن أعبي الاستبيان وأكمله يعني إنكلوجين أوف بري آدرست إن دستامت إمبلوب إنه يكون الظرف الموجود في الاستبيانة كمان مختم موجود عليه العنامي ليرنينج أوبجيكتف نمبر فور رح نتعرف على مزايا وعيوب الاستبيانات أو الكوستينير كطريقة جمع بيانات خلونا نبدأ نتكلم عن مزايا الاستبيانات أو الأدفانتجز أوف كوستينير أول حاجة إنه سريعة كمان غير مكلفة ماديا سريعة إيش نكسب سريعة نكسب إنه نقدم للم معلومات مجموعة كبيرة من الناس في وقت قياسي غير مكلفة ماديا إنه ندن خلال بعض التطبيقات وصفحات الويب زي جوجل فورب إنه نعمل استبيانتنا بدون ما ندفع مبالغ طائرة حتى في النشر أقدر مثلا أنزل استبيانتي في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بلاش سهل إنه نختبر مداثبات ومستاقية وكمان صحة الاستبيانات إيش يعني؟ معنى أنه ما تأخذ منا وقت لما إحنا نوزع الاستيبانات ما تأخذ منا وقت زي لو مثلا نعمل مقابلات شخصية مقابلات شخصية ممكن تأخذ إلى ساعة وأكثر لكن الاستيبانات مجرد إنه مثلا أعطيه الاستيبانة أو أنشرها في أي موقع مواقع التواصل الاجتماعي يعني مثلا أقدر لو أنا بقيس نسبة دشار السمنة في المملكة العربية السعودية أقدر أنشر استيبانتي في جميع المناطق وألم معلومات من مختلفة السكان في جميع المناطق المملكة العربية السعودية باستخدام الاستبيانات أو الكوستينير Anonymity can be guaranteed in cover letter إيش يعني Anonymity؟ يعني عدم الإفساح عن الهوية إحنا في الاستيبانات نقدر إنه ما نطلب أي معلومات شخصية ممكن تدلنا على الشخص هذا اللي قام بالإجابة وهذه تعتبر خصلة حلوة لأنه أحيانا بنطلب معلومات حساسة فلو كان فيها إفساح عن الهوية راح يتردد الشخص بإنه يجاوب على الاستيبيانات فما إنه ما فيها إفساح فتعتبر مزايا الاستيبيانات طيب تعالوا الآن نتكلم عن عيوب الاستيبانات أو disadvantage of questionnaire ممكن تكلفنا ماديا خاصة لو أرسلناها عن طريق البريد ومو عن طريق البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي أنا أرسلتها على عنوين المشاركين فرح تكلفنا تكلفة التوصيل كمان في احتمالية أن يكون عندنا عدد استجابة قليل جدا خاصة لو الاستيبيانة أخلت بأحد من الشروط اللي أنا تكلمت إنها تكون مهمة لما إحنا نبدأ نبني استيبيانتنا يعني لو كانت استيبيانتنا طويلة تأخذ مثلا 20 دقيقة لو كانت العبارات غامضة طويلة كمان الكلمات المختارة غير واضحة لها أكثر من معنى ممكن تأثر على رغبة المشاركين في المشاركة بالتالي نحصل على عدد استجابات قليل كمان الرسفوندنت may provide socially acceptable answer or fail to answer إيش يعني هذا الكلام؟ يعني المستجيب يميل إنه يكون إجاباته إجابات إيجابية يعني مثلا لو بأسأل طلاب التمريض كيف تشوف أو بأسألهم عن سلوكياتهم تجاه كبار السن فيروحي يعملي كل حاجة إنه يفضل التعامل مع كبار السن وإنه يحترم كبار السن وإنه يستمتع أثناء العمل مع كبار السن يعني يحاول أن يكون إيجابي ممكن هو ما يحب التعامل مع كبار السن في الواقع يعني أو إنه يتجنب التعامل معهم الاسيبيانات مشكلة تتخلي الشخص أنه يميل إنه يكون إيجابي أو يكون مثالي في الإجابة وهذا طبعا رح يقلبي النتائج البحثين اللي حتطلع معنا من هذه الاسيبيانات احنا نعرف اذا كان مثلا في مشكلة او لا اذا كان في علاقة بمتغير او متغير اخر لكن لو كانت الاجابة كلها ايجابية ممكن تؤثر على مقدار العلاقة او تؤثر على فهمنا للظاهرة المبحوثة كمان عندنا هنا respondent may not be representative of the populations ايش يعني هذا الكلام؟ مثلا لو انا جمعت استبيانات من عدد قليل من طلاب التمريض هل هذا العدد القليل يعتبر ممثل لكل طلاب التمريض؟ لا طبعا لانه قليل حجم العينة او حجم عفوا عدد الاستجابات اللي حصلت عليها من الاستبيانة كان جدا قليل فلا تمثل المجتمع او لو انه اكثر من الناس عبون الاستبيانات لو انا مثلا هدفي كان استهدف طلاب التمريض لكن صاروا انه استبيانتي جاوب عليها كمان طلاب الطب الجراحة طلاب الصيدلة طلاب الاشعة فتأثرت عندي فصارت العينة غير ممثلة للمجتمع كمان انه ما في مجال اني اوضح اي عبارات ما هي واضحة للمستجيب يعني مو معقول انه لو اغلب المستجيبين مو فاهمين بعض العبارات اني انا اجلسة وضحها لهم فيكون صعب التواصل respondent must be literate يعني لازم يكونون يعرفون يدرون يكتبون حتى يدرون جاوبولي على الاستبيانة respondent must have no prohibitive physical handicap كمان ما يكون عنده مشاكل عقلية ممكن تأثر على فهمه للاستبيانة وبالتالي تعبئتها اشتركوا في القناة